الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من وعلى أما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدين ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى مسارك وإثبات العلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أركان القياس وشروط كل ركن ومنها شروط العلة شرع بعد ذلك في ذكر مسارك إثبات العلة والمسارك جمع مسلك وهو الطريق ومن شرط الفرع ما تكلمنا عنه طيب تقرأ أي شيء قال رحمه الله ومن شرط الفرع مساوات علته علة الأصل ظن كالشدة المطربة في النبي طيب أخذها واحدة واحدة ليست معك في الأوراق الأولى أن هذا في سقط أنا معي مسارك تبه لا الأوراق الماضية ليست معك طيب خاصة نرجع لها فيما بعد طيب قول المصنف نرجع للمسارك ثم نعود لها فيما بعد قول المصنف مسارك وإثبات العلة قلنا إن المسارك جمع مسلك وهو الطريق أي طريق إثبات العلة وطرق إثبات العلة من المباحث اللطيفة المهمة التي بها يكشف الحديث عن العلة فهي الطريق لإثباته وقد ذكر العلماء أنه كما أن الحكم يحتاج إلى دليل فإن العلة تحتاج إلى دليل وهذه المسارك التي سنتكلم عنها الآن هي أدلة إثبات العلة نعم الأول الإجماع نعم قول المصنف الأول بدأ المصنف في أول مسارك العلة وهو الإجماع وقد وافق المصنف في بداءته بالإجماع ابن مفلح وابن حمدان وابن قاض الجبل وهم قد تبعوا في ذلك ابن الحاجب وقبلهم الآمد بينما هناك طريقة ثانية وهي طريقة أبو الخطاب وغيره حيث قدموا النص على الإجماع وفاقا لطريقة الرازي وسبب تقديمهم الإجماع على النص أنهم يقولون أن الإجماع أقوى من حيث قطعية الدلالة أعف أقوى من حيث نعم قطعية الدلالة على الحكم فلذلك يقدم ومن قدم النص فله نظر آخر وقوله الإجماع الإجماع المراد به أن يكون مسلكا لإثبات العلة بمعنى أن الأمة تجتمع على أن هذا الحكم علته كذا فتبين العلة بالإجماع وقد مثلوا لذلك بأمثلة فمن الأمثل التي أوردوها قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن قضاء القاضي وهو غضبان فإن العلة بإجماع هي انشغال ذهنه أو عقله عن القدرة على التفكير ومن ذلك إجماعهم على أن الصغير المولى عليه في ماله العلة في التولية عليه الصغر وبناء على ذلك فيقاس عليه التولية عليه في النكاح ويقاس على الغضب هناك كل ما كان مشغلا للذهن والعلماء رحمهم الله تعالى عندما تكلموا على مسألة الإجماع هل هو مسلك من مسالك العلة خالف بعض الأصليين وقالوا لا يمكن أن يكون الإجماع مسلكا من مسالك العلة والسبب قالوا لأن من الفقهاء من لا يرى تعليل الأحكام كالظاهرية فإنهم لا يرون العلل وإنما ينفون التعليل الذي رتبوا عليه نفي القياس قالوا فإذا كان بعض الفقهاء لا يرون التعليل فمفهم ذلك أنه لا يمكن أن توجد علة مجمع عليها فلذلك لا يوجد مثال على علة مجمع عليها هذا كلام بعض الأصليين ورد عليهم بعضهم فقالوا إن من نفى تعليل الأحكام وهم الظاهرية ولم يحتجوا بالقياس قالوا إنهم غير معتد بهم ولذا فإن الذين تكلموا عن الاعتداد بالظاهرية في كتب الأصول بحثوا هل الظاهرية يعتدوا بقولهم أم لا هنا في مسلك الإجماع الذي هو أحد مسالك إثبات العلة القياسية ومن من نفى ذلك أو تكلم عنه إمام الحرمين الجويني في البرهان وقد أورد هذا الاستشكال والإرادة عليه الثاني النص نعم بعدما أنهى المصنف الإجماع مع الإجاز فيه لأنهم يقولون إن الأمثلة على العلة المجمع عليها قليلة جدا انتقل بعد ذلك للمسلك الثاني وهو النص والمراد بالنص ثلاثة أمور أولا ما يكون من كلام الله عز وجل والثاني ما يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والثالث وهو الذي يحتاج إلى تفصيل ما يكون من قول الصحابي فإن بعض الصحابة قد ينصون على العلة فحيث قلنا إن قول الصحابي حجة فهل يكون نصه على العلة حجة أم لا ذكر أبو البركات أن بعض محقق الشافعية كأب الطيب الطبري قال إنما نص الصحابي على أنه علة أولى من غيره من العلال المجتهد فيها قال مع قوله بأن قول الصحابي ليس بحجة قال وأما أبو الخطاب غيره من أصحاب أحمد هذا كلام أبو البركات يقول وأما أبو الخطاب غيره من أصحاب إمام أحمد فظاهروا كلامهم أنهم يجعلون تعليل الصحابي كالنص لم يصرحوا هذا كلام أبو البركات وإنما ظاهروا كلامهم حيث مثلوا لما علل به الصحابي في مسلك النص نعم فمنه صرحهم في التعليل نحو كي لا يكون دولة من أجل ذلك كتبنا إلا لنعلم نعم شرع المصنف بعد ذلك في تقسيم النص التي تكون مسلكا من مسالك العلة فقسمها إلى قسمين الصريح والإيماء وتقسيم المصنف رحمه الله تعالى النص الذي يدل على العلة إلى قسمين هذه طريقة أكثر أصحاب الإمام أحمد كما قال ذلك المرداوي والطريقة الثانية تقسيم النص إلى ثلاثة أقسام صريح وظاهر وإيماء فيكون ثلاثة بدل القسمين وهذه هي طريقة القاضي أبي يعلى وبعض تلامذته كابل البنى وغيرهم وأما الأكثر كما قال المرداوي فإنهم على الطريقة الأولى وهو التقسيم إلى قسمين والخلاف بينهما لفظي فإن الذي يجعل القسم ثنائية يجعل الصريحة منهما هو ظاهر ومنهما هو نص كما بيّن ذلك ابن قاضي الجبل بدأ المصنف في القسم الأول هو الصريح فقال فمنه أي من النص الذي يكون مسلكا للعلّة صريح في التعليل أي أنه يدل على التعليل ولا يحتمل غيره والصراحة في التعليل تكون لوجود بعض أدوات التعليل مثل كي ولام التعليل ونحو ذلك من الأدوات وإذلك مثل المصنف له بأمثلة فقال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فهذه الآية فيها تصريح بالعلّة في قوله كي لا يكون دولة فالله عز وجل لما ذكر آية الفيء وجعل لبعض الناس سهما في هذا الفيء قال لكي لا يكون دولة بين الأغنياء والمثال الثاني في قوله أداته من أجل ذلك والثالثة في قوله إلا لنعلم فإن هذه الأدوات الثلاث وغيرها كلها من أدوات التعليل الصريحة فإن أضيف إلى ما لا يصح علّة نحو لما فعلت فيقول لأني أردت فهو مجاز نعم يقول فإن أضيف الحكم الوارد في النص الشرعي إلى ما لا يصح علّة أي إذا أضيف بأحد الأدوات الصريحة في التعليل إذا أضيف لوصف بإحدى الأدوات الصريحة في التعليل وكان هذا الوصف لا يصح أن يكون علّة فإنه في هذه الحالة يكون مجازا ومثل له المصنف في قوله إذا سؤل الرجل لما فعلت كذا فيقول ذلك الرجل لأني أردت فقوله لأني أردت دخلت عليها لام التعليل وهي صريحة في التعليل فظاهره أنه أو سياقه يدل على أنه علّة لكن لا يصح أن نجعل الإرادة علّة لأن الإرادة هي ليست بعلّة وإنما العلّة يجب أن تكون أمر منفصل عن الفعل والإرادة هي منشأ الفعل هذا من جهة ومن جهة أخرى قالوا لأن الإرادة ليست مصلحة والأصل في العلّة أن تكون باعثا باعثة مجتملة على مصلحة ودرء مفسدة أما نحو رجس إنها ليست بنجس إنها من الطوافين فصريح عند القاضي وغيره نعم هذه المسألة اختلفة هي من الصريح أم أنها من الإيماء أم أنها ليست تعليلا بالكلية ففيها ثلاثة أقوال وإنما اكتنف المصنف بقولين وقبل أن أبدأ بهذه المسألة أريد أن أذكر عنوانها فإن هذه المسألة هو ورود إن المكسورة المشددة أو المضعفة فإن هذه هل تكون للتعليل أم لا؟ عامة اللغويين يقولون إنها للتعليل وأغلب الأصوليين كذلك ولم يخالف في كونها للتعليل إلا ابن الأنباري ووافقه بعض المتأخرين أو بعض الأصوليين ومنهم القرافي فإن القرافي في نفائس الأصول شرح المحصول جزم بأن إن المكسورة المشددة ليست للتعليل وإنما هي لتحقيق الفعل وإنما هي لتحقيق الفعل وأما أصحاب أحمد فكلهم على أنها للتعليل ولكن لما قالوا إنها للتعليل انقسموا إلى قسمين فبعضهم يقول إنها صريحة وبناء على كونها صريحة فلا يمكن صرفها عن ذلك ومنهم من يقول إنها إماء وسيأتي في كلام المصنف ذكر المصنف مثالين على إن المثقلة فقال نحو إنها رتس هذا مثال لإن للتعليل فإن الله سبحانه أتي بحجر وكان ذلك الحجر فإن الله سبحانه لما استجمر أوتي بعضم فقال إنها رتس فدل على أنها ليست بمطهرة وبناء عليه فإن من استجمر بعضم أو بروث ولو كان طاهرا لكونه من مأكول اللحم فإنه لا يطهر المحل لأن الاستجمار طهارة حكمية وليست طهارة حقيقية كالاستنجا وبناء عليه فلابد أن تكون بشيء مباح وهذا من باب التعليل بمعنى أنها لا تكون كذلك المثال الثاني في قوله إنها ليست بنجس إنها من الطوافين محل الشاهد إن الثانية وليست إن الأولى في قوله إنها من الطوافين أما إن الأولى إنها ليست بنجس فهذه ليست إن التعليلية وإنما هي يعني للتأكيد لتأكيد النفي بمعنى إثبات العكس أي أنها طاهرة إنها من الطوافين ووجه التعليل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هرة فيما روى أبو قتاد عنه سئل عن نجاستها وعن سؤرها فقال إنها ليست بنجس هذا الحكم إنها من الطوافين هذه إن التعليلية فالعلة فيها أنها من الطوافين وبناء على ذلك فكل ما كان مشاركا لها في هذا الفعل وهو الطوافة فإنه لا يكون لا تكون سؤره نجسا ولا تكون نجسة بالكلية ولا تكون نجسة ولأصحاب أحمد طريقتان فمنهم من يقول يكتفى بهذا الوصف وهو الطوافة وبناء عليه فكل ما كان مباشرا للآدميين فإنه طاهر الأمر الثاني طاهر في الحياة الأمر الثاني وهذه طبعا الرواية الثانية مثل بأحمد الأمر الثاني أن من يقول إنها العلة مركبة من وصفين الوصف الأول الطوافة ويزيدها وصف آخر وهو أنها تكون بحجم الهرة فمادن وهذا هو المشهور فلابد أن تكون بحجم الهرة فمادون وبناء عليه فعلى مشهور المذهب فما كان بحجم الهرة فمادون وكان يطوف على الآدمين اندخلوا بيوتهم سواء برضاهم أو بدون رضاهم فإنه يكون طاهرا وسؤره يكون طاهرا بل وعلى المذهب أن جلده إذا دبغ فإنه يجوز استعماله في الجامدات فجلد الهرة يجوز استعماله على مشهور المذهب عند المتأخرين لأنه طاهر في الحياة وذلك فرقون بين الطاهر في الحياة والطاهر مطلقا الذي يطهر بعد الوفاة بالتذكية وأما هذا فلا يطهر بالتذكية قال الشيخ فصريح عند القاضي وغيره أي أن القاضي جزم بأنه من الصريح وقوله وغيره ممن صرح بأنه من الصريح أبو الخطاب وابن عقيل فقد جزموا بأنه من الصريح نعم قال وإن لحقته الفاء أي دخلت الفاء مع إن كما لو قال مثلا فإنها رجس أو قال فإنها ليست بنجس أو قال إنها ليست بنجس فإنها من الطوافين قال المصنف فهو آكد لاجتماع نوعين من أنواع الإيماء للعلة اجتماع نوعين من أنواع الإيماء للعلة وهو الترتيب بالفاء والأمر الثاني وجود إن ومن أمثلة التي أوردها العلماء رحمهم الله تعالى لاجتماع الفاء مع إن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني وقصت رجلا محرما دابته قال لا تخمر رأسه فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا قوله فإنه هذه العبارة جمعت أمرين من الإيماء الفاء وإن التعليلية فهي آكد في التعليل فالعلة من تغطية نهي عن تغطية الرأس أنه بقي إحرامه فهو محرم ونستفيد من هذه العلة أنه لو ثبتت زيادة لا تخمر رأسه ولا وجهه لقلنا إن الرجل المحرم يحرم عليه تغطية وجهه لأنه ملب لأنه محرم ولكن أحمد ضعف هذه الزيادة وقال إنها منكرة يعني تفرد بها سفيان بن عيينة وإن رواها يعني من اشترط الصحيحة في كتابه قال وإيماء عند غيره أي وإيماء عند غير القاضي وأبي الخطاب ومن من قال بأنها إيماء الطوفي وغيرهم نعم ومنه إيماء وهو أنواع نعم قال ومنه أي ومن النص الذي يكون مسلكا للعلة إيماء يعني ما يكون غير صريح والمراد بالإيماء هو أن يكون التعليل ليس صريحا من مدلول اللفظ وإنما مأخوذ من لازمه أي من لازم اللفظ فتكون الدلالة على العلية دلالة أو دلالة التزامية وليس الدلالة اللفظية نبه إلى هذا الملحظ الآمدي وغيره وهذا النوع المصنف سمه الإيماء وبعض الأصوريين ومنهم أبو الخطاب يسميه التنبيه فيجعل أنواع نوعين النص الصريح والتنبيه ومنهم من يجمع بين العبارتين فيقول الإيماء والتنبيه والمعنى واحد إذن فتكون له ثلاثة أسماء الإيماء والتنبيه والجمع بينهما فيقال الإيماء والتنبيه نعم الأول ذكر الحكمي عقيب وصف بالفاء نحو قل هو قل هو أذن فاعتزلون نعم الإيماء كثير جدا أنواعه وقد أورد المصنف نحو من ستة أنواع له قال الأول أي الأول من صيغ الإيماء ذكر الحكمي عقيب وصف بالفاء قوله ذكر الحكم هذه الكلمة تشمل كل حكم مذكور يكون حجة وبناء على ذلك فيشمل ما يكون من كلام الله عز وجل ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول الصحابي ومثاله في قول الصحابي لأن المثال في كتاب الله سيأتي بعد قليل مثاله في قول الصحابي حينما قال أبو الدرداء وثوبان قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضى وقد أخذ أصحاب أحمد من هذا الحديث الذي عند الترمذي أن هذه علة بناء على أن الذي نص على العلة هو الصحابي والأصل أن قول الصحابي حجة وقد نقل أبو البركات كما مر معنا أن أبا طي بن الطبر من كبار الشافعية يقول إن أولى العلل ما نص عليه الصحابي مع أنه لا يرى قول الصحابي حجة وهذا يدلنا على أن القيء هو السبب والأله لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ كل قيء يكون يعني ناقضا للوضوء فقط أردت أن أبين هذا عند قول مصنف ذكر الحكم لكي يشمل إذا كان الذاكر أو الذكر في كتاب الله أو في السنة أو في قول صحابي ذاكرا لحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عقيب وصف بالفائ هذه الفائ يسمونها بالفائ السببية وبعض اللغويين يسميها الفائ التعقيبية لأنها تعقب الكلام الأول المصنف رحمه الله تعالى ذكر ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء فذكر أن الوصف هو المتقدم والحكم هو المتأخر فحينئذ فالفاء داخلة على الحكم بعد تقدم الوصف وهذه إحدى الصورتي هذه إحدى الصورتي هذه المسألة ومثاله ما ذكر على المصنف في قوله قل هو أذى فاعتزدوا هو أذى هذا الوصف فاعتزدوا هذا الحكم فيجب اعتزال النساء لكون الدم الخارج أذى هذه هي العلة فالعلة كونه أذى أخذ منه فقهاء أحمد أن كل دم خارج أذى فحينئذ يحرم وطء المرأة المستحاضة فعلّلوا حرمة وطء المستحاضة مع أنه ليس بحيض بهذه الآية قالوا لأن الوصف عقب بحكم بالفاء فدل على أن هذا الوصف يكون علّة له وعرفنا ما ينبني على ذلك وهذا في كتاب الله كثير جدا ومنه السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وهكذا من الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل والقيم هذا كثير جدا في كتاب الله وهذه الصورة الأولى وقد ذكرها المصنف ولم يذكر الثانية مع أن أبا الخطاب وغيره كالقطيع أورد صورتين لكن الصورة الأولى أقوى من الثانية الثاني عكس الأولى وهو أن تدخل الفاء على العلة وأن يتقدم الحكم فيكون الحكم هو المتقدم ثم تأتي بعده العلة وتكون العلة مسبوقة بفاء السببية ومثله ما تقدم معنا قبل قليل الحديث لا تخمر رأسه فإنه يأتي يوم القيامة ملبية فهذا يدلنا على أن العلة في النهي عن تغطية الرأس هو الإحرام هدل على أن كل محرم يحرم عليه تغطية رأسه مع أن الذي جاء في حديث بن عمر وغيره النهي عن لبس العمامة ولكن الحديث هذا يدلنا على أن العلة هي التغطية وتخمير الرأس إذن عرفنا أن ورود الحكم والوصف أحدهما عقب الآخر وبينهما فاء السببية له حالتان ولكن نبه بن دقيق العيد في شرح الإمام إلى أن الحالة التي أوردها المصنف هي الأقوى من الحالة الثانية نعم تفضل الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء نحو ومن يتق الله يجعل له مخرج أيدي تقوى نعم المصنف قال الثاني أي من أنواع الإيماء إلى العلة ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء بمعنى أن يرد في النص حكم ووصف معا ولكن يرتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء أي بوجود الشرط مع جوابه هذه هي صيغة الجزاء صيغة الجزاء التي هي الشرط مع جوابه ومثل له المصنف بقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا فالوصف هو تقوى الله عز وجل والحكم جعل المخرج له فدل على أن العلة هي تقوى الله سبحانه وتعالى وذلك قال أي لتقوى فقوله أي لتقوى أتى بالصيغة الصريحة التي تدل على التعليل هذا مثال يعني من كتاب الله عز وجل وهو كثير لكن سأذكر مثال آخر ينبني عليه حكم فقه وهو قول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أباح الله عز وجل في هذه الآية زواج المحصنات والمراد بالمحصنات في هذه الآية هن الحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني من الكتابيات وهذا يدل على أن الزواج من الكتابية علته أن تكون حرة مسلمة وبناء عليه فإذا كانت الكتابية أمة فإنه لا يجوز نكاحها لا يجوز نكاحها وإذلك فإن من فتياتكم المؤمنات الضمير هنا يعود للمؤمنين أو للمسلمين فيدل على أن من لم يجد طولا فإنه يجوز له أن يتزوج أمة لكن من شرط تلك الأمة أن تكون مسلمة ولا يصح أن تكون كتابية مع أنه يجوز زواج الحرة الكتابية هذا يعني التعليل ذكره القاضي أبو يعلى قال لأنه ذكر الصفة في الحكم تعليلا للحكم بها ودليلا على تعلقه بها فبناها على ترتيب الحكم على الوصف الثالث ذكر الحكم جوابا للسؤال نحو قوله أعتق راقبة في جواب سؤال العربي هذا هو في معنى حيث واقعت فأعتق نعم هذا الثالث من أنواع الإيماء التي في النص الذي يكون مسلكا للعلة قال ذكر الحكم جوابا لسؤال يعني أن يأتي سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم ويرد في ذلك السؤال صفة ثم يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك السؤال الذي فيه صفة فنقول إن هذه الصفة تكون علة وهذا مبني على قاعدة أن السؤال معاد في الجواب سيأتينا في الرابعة أن الصفة مذكورة في الجواب وليست مذكورة في السؤال هذا هو الفرق بين الثالثة والرابعة فالثالثة الصفة مذكورة في السؤال والرابعة الصفة مذكورة في الجواب يقول الشيخ ذكر الحكم جوابا لسؤال أي سؤال وردت فيه تلك الصفة قال نحو قوله أعتق رقبة في جواب سؤال الأعرابي الذي سأله فقال وقعت على أهلي في نهار رمضان فبين المصنف أن معنى هذا أنه علل فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيث وقعت في نهار رمضان فأعتق وزدت قيد في نهار رمضان على المشهور لأن الكفارة على مشهور مذهب أحمد وهو المعتمد أن الكفارة الوقاع إنما هي متعلقة بحرمة الشهر لا بالصوم الواجب فمن كان في قضاء واجب ليس عليه كفارة الوقاع في نهار رمضان وإنما هو خاص فيه وذلك يقولون إنه جاء في السؤال وقعت على زوجي في نهار رمضان فهذا هو الآكد في العلية نعم الرابع أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلّل به للغى فيعلّل صيانة لكلام الشارع عن اللغو طيب قال الرابع أي من مسالك أو من أنواع الإيماء الذي هو من مسالك النص قال أن يذكر مع الحكم يعني أن يذكر الشارع وهذا إنما يرد في النصوص من الكتاب والسنة ولا ينظر له في كلام الصحابة لأن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هما الذان يكون منزهان عن اللغو قال أن يذكر مع الحكم يعني إذا نص على الحكم ما لو لم يعلّل به للغى قوله ما لو لم يعلّل أي أن يذكر أوصافا وصفا أو أوصافا لو لم يعلّل به أي لم يعلّل بذلك الوصف المذكور أو الأوصاف المذكورة للغى أي لم يصبح للغت فائدة ذلك الوصف ولم يصبح من ذكره فائدة قال فيعلّل أي يعلّل الحكم بتلك الصفة التي ورد بها النص صيانة لكلام الشارع عن اللغو إذ أصف في كلام الشارع أنه من كلام الله عز وجل لا شيء من كلامه لا فائدة منه وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوتي جوامع الكلم وهذه المسألة التي أوردها المصنف ذكروا لها أقساما قبل أن نرد الأمثلة التي أوردها أو مثال ذي أورده المصنف فقالوا أحيانا قد يكون جوابا لسؤال فيسأل عن مسألة فيجيب عنها مثل المثال الذي سيريده المصنف وأحيانا لا تكون جوابا عن سؤال وإنما تكون ابتداء ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ليلة الجن وجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بما إن قد نبذ فيه تمر فتوضأ منه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور فأخذ من هذا الحكم أن قوله ماء طهور هذا هو الحكم اقترن به وصف وهو كونها تمرة طيبة فدلنا ذلك على أن وضع التمر في الماء لا يسلبه الطهورية لا يسلبه الطهورية وهذا الحديث لهم توجهان فيه خلافا لأبي حنيفة فمنهم من يقول إنه منسوخ وهذا بعيد ومنهم من يقول إن الحديث ما زال محكما ولم ينسخ وإنما هو نبذ له من غير تغيير لأحد أوصافه لأن بعض المياه قد تكون يعني 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 بلغتنا العامية هماجا يعني ذات مرورة ذات مرورة بعض الشيء فيوضع فيها التمر لا ليحليها فيجعلها حالية وإنما ليجعلها مستساغة للشرب وعند الوضوء وعند الوضوء وهذا قوله صلى الله عليه وسلم إنه ماء طهور أي لم يتغير طعمه وأن هذه التمر لم تغير أحد أوصافه هذا الأمر الأول أيضا ذكروا أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأوصاف مع الحكم تارة يكون حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيجيب بسؤال فيجيب بسؤال عليه الصلاة والسلام مثل هذا الحديث فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال أي سئل عن مسألة فأجاب عنها بسؤال آخر وأحيانا لا يكون جوابا لسؤال مثل ما ذكرنا نعم نعم عفوا ذكروا أن هذا قد يكون من باب ذكر وصف يعلمه كل أحد فيسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن كل عاقل يعرفه فحينئذ لا يكون سؤاله عليه الصلاة والسلام إلا لأجل التعليل وإلا فإنه حينئذ يلغو ذلك الوصف وأحيانا قد يكون يقولون عدول من الجواب إلى نظيره مثل لما سئل عليه الصلاة والسلام عن القبلة حال الصيام فقال أرأيت لو تمضمضت فسئل عن القبلة فأجاب بالمضمضة وهو نظيرها وهذا يدلنا على أن العلة فيهما واحدة العلة فيهما واحدة طيب المثال نحو قوله عليه السلام حين سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذن فهو استفهام تقريري لاستعلامي لظهوره نعم قال نحو هذا مثال للوصف الذي يدكر ما الحكم قال نحو قوله عليه السلام حين سئل وقلنا إنه لا يلزم أن يكون جوابا لسؤال عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا وصفا وهذا الوصف يعرفه كل أحد فقالوا نعم إنه ينقص فقال فلا إذن أي فلا يصح قال المؤلف فهو أي قوله أينقص الرطب إذا يبس استفهام تقريري لاستعلامي قوله استفهام تقريري التقريري معناه أنه لتقرير هذه الصفة وأنها علة وأنه ليس استفهاما استعلاميا وسبب كونه ليس استعلاميا لأن كل أحد يعلمه ويعرفه فكل عاقل يعلم أن الرطب إذا أن الرطب إذا جف فإنه ينقص وذلك قال المصنف لظهوره فإنه ظاهر معلوم لكل عاقل فحينئذ تكون هذه هي العلة وبناء على ذلك فإننا نقول إنه يمنع من بيع الرطب باليابس سواء كان تمرا برطب أو كان زبيبا بعنب ونحو ذلك من الأمور التي تجري فيها الربا من الأموال الربوية لأن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل فيكون ذلك صورة من الصور بالربا الخامس تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم نحو فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لا يقضي القال وهو غضبان إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا فلابد إذا من مانع وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه نعم قال الخامس أي من الإيماء تعقيب الكلام أو تضمنه تعقيب الكلام بمعنى أن يذكر عقب الكلام وصف أو تضمنه أي يضمن في أثناء الكلام وصف لو لم يعلل به أي لو لم يعلل بذلك الكلام الذي يعقب في ذلك الحكم لم ينتظم أي لم يصبح الكلام مستقيما وإنما يصبح الكلام غير مستقيما ولم يتعلق به الحكم ومثل المصنف بمثالين فقال نحو فاسعوا إلى ذكر الله هذا مثال للتعقيب الكلام أو للمعقب للكلام فإنه قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع ووجه ذلك أن هذه الآية جاءت في سياق أحكام الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نوذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ولم تأتي هذه الآية لبيان أحكام البيع وبناء عليه فلو لم يعلل النهي عن البيع في يوم الجمعة بكونه شاغلا عن السعي لصلاة الجمعة لكان ذكره لاغيا لعدم ارتباطه بالجمعة فإنه لا شك أن لو قلنا وذر البيع منفصلة لم يقول أحد بأن كلمة وذر البيع نهي عن البيع بكليته لم يقول أحد ذلك فدل على أن له ارتباط بالكلام الذي يسبقها وحينئذ فإننا نضمن فنقول وذر البيع لكونه شاغلا عن السعي لصلاة الجمعة المثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان هذا مثال لما يضمنه الكلام وذلك أن هذا الحديث جاء في سياق بيان حال القاضي لا يقضي القاضي وهو غضبان أي في حال تضمنه هذا الغضب فهم تضمن له فليس نهيا عن القضاء مطلقا وليس نهيا عن القضاء في بدايات الغضب وإنما هو نهي عن القضاء حال الغضب الذي يكون سببا لانشغال القلب فيكون سببا للخطأ في الحكم وحينئذ فنقول إنه لا بد من تضمن الكلام علة فنقول لوجود العلة إشغال القلب أو الذهن وذلك يقول المصنف إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا إذ لو ألغينا كلمة وذر البيع لم نعلق وذر البيع بالكلام السابق فإنه في هذه الحال يكون نهيا عن البيع بكليته ولو ألغينا كلمة وهو غضبان الحالية ونظرا لتعليلها لمنعنا من القضاء مطلقا أو حال الغضب في مباديه ولم يقل بذلك أحد قال فلا بد إذن من مانع من مانع من هذا الإطلاق قال وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه وإذلك فإن معرفة سياق النص من الأمور المهمة في معرفة العلل نعم السادس اقتران الحكم بوصف مناسب نحو أكريم العلماء وأهين الجهال نعم قول المصنف السادس أي من أنواع الإيماء اقتران الحكم بوصف مناسب بمعنى أنه يلد الحكم ومعه وصف مناسب مقترن به وهذا الاقتران له حالتان الحالة الأولى أن يكون الاقتران نعم ما يدل بالنص أو القرينة على أنه علة فأما النص فتقدم ذكره في صريح التعليم وأما القرينة فهو ما سبق ذكره قبل هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أن لا تكون هناك قرينة وإنما هي دلالة اقتران مجردة دلالة اقتران مجردة وقد تكلم عن هذه المسألة الشيخ تقي الدين في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وبين أن الذين يقولون إن اقتران الحكم بالوصف المناسب له حالتان فمنهم من يقول إن مجرد الاقتران دليل على العلية بشرط أن يكون مناسبا بشرط أن يكون مناسبا قال وهؤلاء هم الذين يقولون بالمناسب القريب وقد نتكلم عن المناسب القريب اليوم أو الدرس القادم إن شاء الله قال ومنهم من يقول لا بد أن يكون هناك قرينة تدل على الربط مثل ما تقدم الفاء والجزاء وغيرها من الأمور وقد ذكر أن كل واحد من القوين قال به كثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم وأطال الشيخ في صفحتين أو أكثر عدى تقرير هذا الطريق من طرق كشف العلة قوله نحو أي نحو قول الشخص أكرم العلماء وأهن الجهال قوله أكرم العلماء وأهن الجهال هذه فيها دلات اقتران حيث قرن العلم بالكرم والجهل بالإهانة فهذا يدل على أن العلة لإكرام العلماء علمهم وأن العلة لإهانة الجهال جهلهم حيث قرن الحكمين بالمختلفين أو المتناقضين بوصفين كذلك أنثرته في حديث نبي صلى الله عليه وسلم يعني قد لا تكون إلا من النوع الأول وهو الاقتران مع وجود القرنة وذلك فإن الآمدي وابن الحاجب وابن مفلح وغيرهم مثلوا لدلالة الاقتران هذه مع وجود المناسبة بحديث لا يقضي القاضي وهو غضبا مع أن هنا توجد قرينها التي تقدم ذكرها قبل قليل وهل تشتغط مناسبة الوصف المومئي إليه وجهان؟ نعم هذه المسألة أيضا مسائل مهمة وهي أن الإيماء طريق من طرق كشف العلة فالإيماء إذا وجد هل يكون مجرد وجوده كاف للحكم بأن هذا الوصف علّة أم لا بد أن يكون مع الإيماء الذي تقدم ذكر بعض صوره مناسبة ومعنى المناسبة أي الحكمة التي شرع الحكم لأجل ذلك الوصف وهذا معنى قوله وهل تشترط مناسبة الوصف المومئي إليه أي بالصور المتقدم ذكرها قبل قليل قال المؤلف فيه وجهان أطلق المصنف الوجهين ولم يرجح بينهما شيئا وممن أطلق هذين الوجهين؟ ابن العماد صاحب كتاب الجدل من أصحاب أحمد وهو أول من ولي القضاء في مصر في القرن السابع الهجري أيضا أطلق الخلاف وأطلقه كذلك قبلهم الموفق بن قدامة وأبو محمد البغدادي اللي يسمى فخر الدين وذلك لما كثر الذين أطلقوا الخلاف قال بمفلح أطلق أصحابنا الخلاف وعلى العموم هذه المسألة فيها وجهان الوجه الأول أنه لا تشترط المناسبة بين الوصف المومئ إليه أو لا تشترط المناسبة في الوصف المومئ إليه مطلقا وهذه مبنية على أن العلة إنما هي أمارة مجردة وهذا القول نسب للأكثرين من الأصوليين وجزم به أو صححه الطوفي والطوفي ينتصر بقوة إلى أن العلة يعني أمارة وقدمه المرداوي ونسب المرداوي هذا القول لابن المني وأكثر أصحاب أحمد القول الثاني أنه لا بد من مناسبة أيضا الشيخ تقيدين قال كثير من الفقهة عليه من أصحاب أحمد وغيرهم القول الثاني أنه لا بد من مناسبة بين الوصف وبين الحكم والمراد بالوصف والوصف الذي كشفت علته بالإيماء بأحد الطرق المتقدمة وهذا القول هو ظاهر كلام الكناني في شرحه لمختصر الطوفي ونسب هذا القول المرداوي لأبي محمد الجوزي صاحب الإيضاح وبه قال أيضا الغزالي وهناك قول ثالث بين القولين وهو قول الآمدي أن التعليل إن فهم فإنه يشترط وإلا لم يشترط وذكرت قول الآمدي هذا لأن المرداوي قال إنه معناه موجود في الروضة وجدل أبي محمد البغدادي مع أن أبي مفلح نقل أن الروضة وأبو محمد البغدادي يعني أطلقوا الخلاف ولم يرجحوا ذلك ولعل الأقرب يعني العلم عند الله اشتراط المناسبة أولى لأن الإيماء هو ليس صريحا في اللفظ متى نقول لا تشترط المناسبة في موضعين باتفاق لا تشترط المناسبة إذا كانت العلة مجمعا عليها والأمر الثاني إذا كانت العلة ثبتت بنص صريح فهذين الموضعين باتفاق لا تشترط المناسبة وذاك لما تكلموا ما فائدة التقسيم المسلك النص إلى صريح وغير صريح قالوا لكي نخرج الصريح من اشتراط المناسبة عندما نشترط المناسبة ومثله أيضا في المساء المجمع عليها فإنه لا تشترط فيها المناسبة وغالبا أصلا المجمع عليها قليل جدا من العلل وأغلب تلك العلل فيها مناسبة بل يعني من أهل العلمان يقول لا توجد علة لا مناسبة فيها إلا يعني قليل جدا جدا وغالبا تكون في يعني التعبوديات نعم قال أبو البركات ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل أن ما منه الاشتقاق علة في قول أكثر الأصليين وقال قوم إن كان مناسبا يقول أبو البركات يعني ذكر هنا صفة من صور الإيماء وهو ترتيب الحكم على اسم مشتق مرمع على معنى الاسم المشتق يقابله الاسم الجامد يقول إن ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على أن ما منه الاشتقاق علة ما منه الاشتقاق هو الفعل أو الاسم على خلاف البصرين والكوفيين هل اشتقاق يكون من الاسم أو من الفعل يكون علة أي علة لذلك الحكم قال في قول أكثر الأصليين ممن جزم به ابن عقيل والقطيع وغيرهم من أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضى فتعبير النبي صلى الله عليه وسلم بالمس وهو اسم مشتق يدل على أن العلة هي المس وبناء عليه أخذ أصحاب أحمد أن المس يكون باليد كلها بطنها وظهرها وحرفها فمن مس فرجه بأي من هذه أطراف اليد فإنه في هذه الحالة ينتقض وضوءه فأخذ ذلك من أن العلة في نقض الوضوء بمس الفرج إنما هو مس العلة في الحكم فيما سبق إنما هو مجرد المس هو ذات المس لا الانتشار ولا غير ذلك من الأمور التي يعلل بها يعني من لا يرى أن المس ناقض من الأمثلة كذلك أن الله سلم قال من بدل دينه فاقتلوه فالحكم هو القتل ورتب هذا الحكم على التبديل وهو مشتق يعني على رأي بعض العلماء الكوفيين لأنهم يرون أن التبديل مشتق فدل على أن التبديل علّه هذا القول بالبركات لما نقله أبو البركات قال إنه اختيار ابن المني ومر معنا أن أبو الفتح ابن المني من كبار العلماء وهو شيخ لأبو البركات كذلك وشيخ أيضا للمجد بن تيمية وقد أطال الشيخ تقييد دين حفيد أبو البركات في شرح العمدة في مسألة تعليق الحكم بالاسم المشتق وأطال في تقرير هذه المسألة إطالة طويلة جدا وأثبت ذلك بكثير من التفصيل وكثير من الأمثلة نعم الثالث من مسألة إثبات العلّة التقسيم والصبر نعم وقال قوم وقال قوم إن كان مناسبا نعم قال وقال قوم إن كان مناسبا أي لا بد أن يكون الاسم المشتق أيضا مناسب لا بد أن يكون مناسب يعني فيه معنى المناسبة وهؤلاء القوم نسبه أبو البركات لأبو الخطاب في الانتصار فقال وبه علّل أبو الخطاب في الانتصار في مسألة تعليق الربا ونسبه أيضا للروضة يعني بها روضة المقدسي أبي محمد بن قدامة ونسبة هذا القول لأبي الخطاب اعترض عليه بمفلح وقال إنه إنما أتى بذلك من باب المنع والتسليم لا من باب يعني تبني هذا القول الثالث من مسالك إثبات العلة التقسيم والصبر نعم شرع المصنف بعد ذلك في المسلك الثالث من مسالك العلة وهو التقسيم والصبر وهذا المسلك له أسماء متعددة فالمشهور في كتب الأصريين المتأخرين تسميته بهذا الاسم التقسيم والصبر أو السبر والتقسيم وسأتكلم عن مسألة التقديم والتأخير بين الكلمتين وأما المناطق فإنهم يسمونه بالشرط بالشرطي المنفصل ويسميه الجدليون أي الذين يكتبون في علم الجدل من الفقهاء المتقدمين بالتقسيم والتردد التقسيم والتردد وهذا الاسم موجود في كتب القاضي أبيع لا كثيرا وانفرد الغزالي باسم له منفرد فسمه التعاند فسمه هذا بالتعاند نبه على هذه الأسماء ما عدا قول الغزالي الشيخ تقي الدين في كتابه الردع المنطقيين هذا السبر والتقسيم هو مكون من كلمتين السبر والتقسيم فبعضهم يقدموا السبر على التقسيم وهي طريقة أغلب الأصوريين منهم على سبيل المثال الموفق بن قدامه والقطيعي بن مفله والطوفي والمرداوي وبن النجار وغيرهم بل أغلب الأصوريين يقدمون السبر على التقسيم بينما المصنف وحده قدم التقسيم على السبر وسبب تقديم المصنف التقسيم على السبر لأنه أول أول بالفعل فإن التقسيم يسبق السبر فلذلك ناسب أن يقدم التقسيم على السبر وقد أجاب بعض الأصوريين أو كثير من الأصوريين بإجابات متعددة منه ابن العراقي في شرحه على جمع الجوامع ومنهم الطوفي لماذا يقدم أغلب الأصوريين السبر على التقسيم فعلى سبيل المثال من توجهاتهم يعني أنهم يقولون أننا يقول لما كان التقسيم وسيلة للسبر الذي هو الاختبار فإنه يؤخر عنه لأن السبر هو المقصد والتقسيم هو الوسيلة فيقدم الأقوى وهو المقصد ويؤخر الأضعف وهو الوسيلة هذا توجيه القرافي بعضهم يقول لما نقول السبر والتقسيم الواو لا تدل على الترتيب فالسبر والتقسيم معناها التقسيم والسبر وبعضهم يقول إن هذه من الألفاظ التي يعني جرت الألفاظ بها مثل أقبل وأدبر فإن أقبل وأدبر تطلق وإن كان بالعكس أقبل بيديه وأدبر مع أنه بدأ بمقدم رأسه فكان الظاهل أن يقول أدبر بيديه وأقبل وهكذا وعلى العمو هذا نزاع يعني ثمرته قد تكون أضعف نأخذ فكرة السبر والتقسيم أو سيذكرها المسلف طبعا نبدأ بالجملتين التقسيم والسبر التقسيم هو حصر الأوصاف والسبر هو اختبار تلك الأوصاف والتقسيم والسبر في الحقيقة هي طريقة عقلية في ترتيب الأفكار وذلك قد أطيل فيها اليوم بعض الشيء لكي يعتني بها طالب العلم احرص دائما على أن تجعل تفكيرك منظما من أحسن طرق التفكير في التنظيم السبر والتقسيم فاجمع جميع الأوصاف والاحتمالات المتعلقة بالأمر الذي تريد أن تفعله حتى في حياتك ثم بعد ذلك قم بسبرها واختبرها فمن الذي يصلح فأبقه ومن الذي لا يصلح فأذهبه فعلى سبيل المثال عندما يأتيك حكم فإنك أو تسأل عن مسألة فإنك تبحث عن الأحكام المحتملة الجواز وعدمه أو الوجوب والندب فقط أو الإباحة وكذا فتأتي بالأحكام المحتملة والأحكام الأخرى تبعدها فهذا تقسيم للأحكام ثم سبر لها بعد ذلك بمعرفة الأدلة فالمقصود أن السبر والتقسيم طريقة في التفكير مهمة لتنظيم الفكر وترتيبه وهي موجودة عند كثير من الناس حتى الأطباء يستعملونه فالطبيب إذا جاءته أعراض مريض أمامه فيقول هذه الأعراض تحتمل عشرة أمراض فيأتي للأول ويختبره يقول إن الأول له قيد الفلاني أهو موجود أم لا فيخرجه ثم الثاني ثم الثالث حتى يبقى له بعد ذلك من العشرة الأمراض المحتملة واحدة فقسم بحصر الأمراض ثم سبرها باختبارها بالتحاليل وغيرها ثم بعد ذلك بيّن النتيجة إذن أريدك أن تعلم أن كلامنا بعد قليل وإن كان في نوع مما يستخدم فيه السبر والتقسيم وهو العلل إلا أن السبر والتقسيم طريقة تفكير فيمكنك أن تستفيد منها في حياتك كلها وفي كثير من أمورك طيب بدأ المصنف قال وهو حصر الأوصاف هذا هو التقسيم وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة هذا هو السبر هذا هو السبر نبدأ بالأول وهو قول المصنف وهو حصر الأوصاف يعني أن المجتهد أو المناظر إذا جاءه حكم لمسألة فإنه يبحث عن جميع أوصافها المحتملة أن تكون عللا لها كل وصف يحتمل أن يكون علة فإنه يأتي به سواء كان ذلك الوصف ورد بنص ممأ إليه أو كان النص ينظر إليه بالمناسبة أو بشهادة الأصول أو غيرها من الأمور التي يعني ربما يأتي ذكرها إن شاء الله في الدرس هذا والذي بعده ثم بعد ذلك يخرج من هذه الأوصاف بالسبر كل وصف وعلة لا يصح التعليل بها قال وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل يعني جميع الأوصاف الأخرى تخرج إلا واحدة طبعا هذه الواحدة قد تكون من وصف واحد أو مركبة من وصفين فأكثر فتتعين أي فتتعين تلك العلة الباقية بعد إبطال العلة للأخرى فتتعين فيجب التعليل بها دون ما عدها نحو نحو علة غباء الكيل أو الطعم أو القوت والكل باطل إلا الأولى نعم قوله نحو هذا مثال أورده المصنف على مذهب إمام أحمد فقط دون من عده قال نحو علة الرباء أي في الأمور الأربعة إلى الذهب والفضة فيأتي أولا في بالتقسيم فيأتي للعلة المحتملة فيقول يحتمل أن تكون العلة الكيل أو الطعم أو القوت الكيل بأن يكون مكيل جنس أو مطعوما أو أن يكون قوتا ولا يلزم من القوت أن يكون مطعوما فالأشنان عندهم قوت ولكنه ليس مطعوما ثم ذكر المصنف قال والكل باطل يعني أن هذه الأوصاف منها وصفان باطلان منها وصفان باطلان وهم الطعم أو الطعم والقوت إلا الأولى وهي الكيل كيف يبطلها سيتكلم بعد دقائق كيف يكون إبطال الأوصاف باختصار ربعا شديد وبناء عليه فيبقى حينئذ العلة الربوية إنما هي الكيل ويستدل على الكيل بالإيماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر كيلا بكيل كيلا بكيل فقوله كيلا بكيل يدل على أن التماثل إنما يكون بالكيل وهو العلة فيه ومن شرطه أن يكون سبره حاصرا بموافقة خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد قول المصنف ومن شرطه شرع المصنف بذكر شرط التقسيم والسبر فذكر شرطا واحدا وهو أن يكون السبر حاصرا وذكر غيره شروطا أخرى فمما ذكر من شروط السبر أنه لا بد أن يتفق على أن الحكم معلل إذ لو كان الحكم غير معلل بمعنى أنه تعبدي فمهما سبرت فسيقول لك الخصم يكون تعبديا الشرط الذي أورده المصنف قال أن يكون سبره أي سبر المستدل سواء كان مجتهدا أو مناظرا حاصرا يعني حاصر لجميع الأوصف فإن كان غير حاصر فإن الخصم سيقول هناك وصف لم تعلل به ويحتمل أن تكون العلة هي تلك فلا بد أن يكون السبر حاصرا ثم بيّن بعد ذلك بما يعرف الحصر فذكر أمري الأمر الأول قال بموافقة خصمه يعني أن الخصم يقول نعم لما يذكر يقول الاحتمالات هي واحد واثنان وثلاثة يقول نعم هذه هي الاحتمالات دون ما عداها ولا يزيد على ذلك وصفا آخر فحينئذ يكون هذا الدليل مقبول على الخصم الأمر الثاني قال أو بعجزه عن إظهار وصف زائد يعني بعجز الخصم هنا عجزه الضمير عائد الخصم عن إظهار وصف زائد أي على الأوصاف التي حصرها المستدل فيقول الخصم لا أستطيع أن أزيد عن ذلك بوصف زائد قال المصنف فيجب إذن أي عند عجزه عن إظهار وصف زائد فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر فيقول نعم أسلم لك بالحصر إذا عجز أو إبراز ما عنده لينظر فيه إذن هو إما أن يقول نعم حصرك صحيح أو يقول عندي وصف لم تذكره فيجب إبرازه لكن إن قال عندي وصف ولن أذكره فنقول هذا كتمان للعلم وهذا ليس بجائز فيغلب المناظر حين ذاك وإن قال عندي وصف لكن لا أذكره لا يقبل قوله فيفر فحينئذ لابد أن يعني إما أن يسلم أو يذكر وصفا فحينئذ نقول يغلب وهذه المسألة أنا كنت أريد أن أتكلم عنها فيما بعد لكن سأشير لها إشارة وهي مسألة أن الذي يذكره العلماء هنا هذا يسمى باب الجدل وهذا الجدل ألفت فيه كتب مفردة كثيرة سأشير لها فيما بعد بعد درس إن شاء الله عندما نتكلم عن الأسئلة على القياس هذا الجدل الانشغال به قد يطيل المسائل إطالة كبيرة جدا ولكن معرفة طالب العلم لقواعد الجدل العامة ترتب ذهنه وأما الانشغال به بهذا التفصيل فإنها تجدها يعني تطيل العلم وأكثر ما تجد تطبيقات قواعد الجدل في الكتب التي تكون في ذكر الخلاف بين مذهبين أو أكثر فالكتب التي في ذكر الخلاف بين الحنفية والمالكية والشافعية تجد تطبيقات قواعد الجدل التي سيأتينا إن شاء الله منها تقريبا عشر قواعد في الأسئلة التي توجه على القياس نعم لعله يأتي مكانه هناك أنسب نعم فيفسده ببيان بقاء الحكم ما أحد فيه أو ببيان طرديته أي عدم التفات الشرعي له في معهود تصرفه نعم قوله فيفسده أي يفسد يعني يفسد الوصف المذكور وقوله فيفسده الفاعل يحتمل أمرين كلاهما صحيح إما المستدل بعد الحصر يبطل بعض الأوصاف بأحد هذه الأمور التي سيريدها المصنف وهما أمرا ويحتمل أن يكون الخصم عندما يذكر له صاحبه وصفا فيفسده بهذه الأمور إذن عرفنا أن هذا الإفساد الفاعل في قوله فيفسده يحتمل أمرين وكلاهما محتمل ذكر الشيخ أمرين الأمر الأول قوله ببيان بقاء الحكم مع حذفه يعني أن الشخص المجتهد أو المناظر إذا استطاع أن يثبت أن حكم المسألة موجود مع حذف العلة أي انتفاء العلة فهي غير موجودة بالكلية فإنه في هذه الحالة يدل على أن هذا الوصف ليس علة وهذا الذي يسميه الأصليون أو أهل الجدل بالإلغاء يسمونه بالإلغاء لأنه يثبت إلغاء الوصف فيقول وجد الحكم ولم توجد الصفة التي تدعي الليتها مثل يعني ما يذكرونه في بعض مسألة الأمان واشتراط واشتراط الحرية فإنه قد يأتي في بعض صور الأمان من غير الحر فدل على أن الحرية ليس شرطا في جميع صور الأمان الأمر الثاني الذي يوسف ذو الأوصاف قال بيان الطردية يعني بيّن معنى الطردية قال أي عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه يعني إذا استطاع الشخص الذي يسبر الأوصاف بعد تقسيمها إثبات طردية بعض الأوصاف فإنه يفسد ذلك الوصف ويكون إثبات الطردية ببيان عدم التفات الشرع ذلك الوصف في معهود تصرفه قوله في معهود تصرفه يشمل صورتين كما ذكر ذلك الأصريون الصورة الأولى أن يكون الشرع غير ملتفت إليه مطلقا مطلقا في جميع المسائل وذلك مثل أوصاف الطول والقصر والبياض والسواد ونحو ذلك من الأمور التي لم نجد أن الشرع قد علق بها حكما مطلقا وذلك فإن بعض الفقهاء وهذا موجود في بعض حواش متأخرين من الحنفية تجد أنهم يثبتون بعض الأحكام متعلقة بالطول والقصر أو متعلقة بالجمال فلقول إن هذه الأحكام ملغية لأن هذا الوصف ملغي في معهود الشارع مطلقا لم يقدم أحد على أحد تثبت له أحكام لطوله أو قصره أو بياضه أو سواده ونحو ذلك النوع الثاني من عدم التفات الشرع أن يكون الشرع غير ملتفت إليه في ذلك الحكم بخصوصه مع نظائره وهذا أيضا داخل في شهادة الأصول التي سنتكلم عنها بعد ذلك مع احتمال أن يحتمل في غيره مثل وصف الذكورة والأنوثة نقول وجدنا أن الشارع لم يعتبرها في مسائل الرق ولا العتق فلا فرق بين الرقيق الذكر والأنثى في العتق ولا في بداءة الرق وإن كانت معتبرة في الإرث مثلا ومعتبرة في أحكام أخرى هذا معنى قوله عدم التفات الشرع إليه طيب قبل أن أنتقل المسألة بعدها كلمة الطرد شوف الطرد أحيانا يستخدم في كتب الأصول بمعنى طرد بمعنى الاستمرار والوجود وجود الحكم عند وجود العلة ويستخدم باستخدام آخر بمعنى عدم التعليل فإذا قالوا لك هذا الوصف وصف طردي أي لا أثر له في التعليل وهو المراد هنا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي حيث به هريرة بال أعرابي فصب النبي صلى الله عليه وسلم على بوله ذنوبا مما أعرابي هذا وصف غير معتبر لم نعرف أن الشرع فرق في حكم بين أعرابي وغيره إلا في مساء قليلة جدا لا تعلق للطهارة بها إذن هذا وصف طردي لكن لما نقول العلة طردية أي أنها موجودة على سبيل الاستمرار لا تنتقض ولا يفسد الوصف بالنقض نعم بدأ يتكلم المصنف عن عكس ما يفسد الوصف وهما لا يفسدها ذكر أيضا أمرين الأمر الأول النقض والنقض عكس الإلغاء الإلغاء هو بقاء الحكم مع انتفاء العلة هذا عكس النقض هو وجود العلة مع انتفاء الحكم مع انتفاء الحكم إذن فالنقض عكس الإلغاء الإلغاء يبطل العلة بينما النقض لا يبطل العلة لماذا؟ لأنه قد قد توجد العلة ولا يثبت الحكم لأجل مانع من الموانع أو لقولنا بتخصيص العلة فإنها مخصصة في بعض صورها وهكذا وهذه مسألة يعني لا بد أن تنتبه لها لأن قد تجد أحيانا في كتب الفقه عندما يريدون أن ينقضوا أن يبطلوا وصفا فإنه يبطلون بالنقض والنقض ليس يعني يقوى لإبطال الإلية وإنما يبطل العلية الإلغاء ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه نعم قال ولا بقوله يعني لا يلغى بقول المستدل أو المناظر كذلك لم أعثر بعد البحث على مناسب الوصف فيلغى فيقول إنني بحثت بحثت فلم أجد لهذا الوصف مناسب أو مناسبة وهي معنا مؤثر فيه فحيث وجدت فحيث لم أعلم المناسبة فإنه يلغى أي يلغى ذلك الوصف يقول هذا لا يعتبر في الإلغاء عدم وجود المناسبة لأن هذا القول يقول خصمه عكسه إذ قال إذ يعارض الخصم بمثله في وصفه فيقول له خصمه ووصفك كذلك لم أعثر بعد البحث على مناسبة للوصف فيلغى كذلك لأن هذا الرد يرد بما يقابله وإذا اتفق الخصمان على فساد علة من عدهما فيفساد أحدهم علة الآخر دليل صحة علة عند بعض المتكلمين والصحيح الخلافه نعم هذه المسألة لها تعلق بالسبر وإن كان لك سبرا كليا يقول إن الخصمان إذا تناظر فذكر كل واحد منهما علة ثم اتفق على أن غير العلتين التي علل بها علة لنباطلة اتفقوا على أن غير هاتين العلتين علة لنباطلة قال فإفساد أحدهما علة الآخر يعني إذا استطاع أحد المتناظرين أن يبطل علة الثاني قال دليل صحة علته يعني أنها تدل على أن علة هذا المفسد صحيحة لأن قد انحصلت العلل في وصفين ثم استطاع أن يبطل أحد الوصفين فتكون صحيحة قال عند بعض المتكلمين أي الذين ذكروا ذلك في الجدل وأهل الكلام من الأصورين قال والصحيح خلافه هذا هو القول الثاني أنها لا تبطل ولا تكون دليلا على عليته ما السبب؟ لأن هذا ليس من باب السبر والتقسيم لأن السبر والتقسيم يجب أن تذكر جميع الأوصاف ثم تبطل جميع الأوصاف توسط طوفي بينهما وقال إن هذا يحمل على اختلاف الأحوال ويكون النزاع نزاعا لفظيا نعم وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر نعم شرع المصنف بعد ذلك في مسألة السبر والتقسيم أهل هو حجة أم ليس بحجة وقبل الحديث عن حجية السبر والتقسيم أود أن أبين مسألة التي هي قوة دلالة العلية بالسبر والتقسيم يقسم العلماء العلية التي كشفت بالسبر والتقسيم إلى قسمه النوع الأول إذا كان الحصر في الأوصاف قطعيا ثم كان السبر بعد ذلك قطعيا ويكون الحصر الأوصاف قطعيا بالإجماع علي أن الأوصاف المعلل بها ذلك ويكون السبر لها قطعيا بوجود النص الشرعي الذي ألغى بعض هذه الأوصاف ففي هذه الحالة يكون حجة بلا خلاف هذا أولا وتكون دلالته على العلية قطعية وهذا بلا خلاف ولكن يقولون أن هذا قليل جدا في الشرعيات في الحكام الشرعي وإنما هو موجود في العقليات ولذلك فإن كثيرا من الأصول لا يذكره لندرته بل قد لا يعلم ذلك الحالة الثانية أن يكون الحصر ظنيا أو السبر ظنيا أو كلاهما ظني فهذا هو محل الخلاف في المسألة مع الاتفاق أنه إذا قيل إنه حجة فإن دلالته ظنية وليست قطعية ذكر المصنف أول قول في المسألة وهو أنه يكون حجة للناظر والمناظر وذكر وما سباه المصنف للأكثر المراد للناظر هو المستدل ويشمل المجتهد الذي يريد أن يستدل للحكم الذي انتصر له ابتداء ويشمل المقلد الذي ينتصر لمذهب إمامه والمراد بالمناظر أي المعترض على الخصم المعترض على الخصم وهذا القول هو الذي قدمه المؤلف وجزم به ابن عقيل وغيرهم ومنهم أبو البركات وغيرهم القول الثاني لم يذكره المصنف وهو أنه ليس بحجة مطلقا وقد نسب هذا القول للجويني نسبه له أبو البركات بينما نسب المتأخرون للجويني إمام الحرامين القول الثالث الذي ذكره المصنف القول الثالث يعني في حجية السبر والتقسيم أنه إن أجمع على تعليل ذلك الحكم فيكون حجة وإن لم يجمع عليه فلا يكون حجة وهذا القول هو قول أبو الحسين البصري في المعتمد قالوا وهو أيضا نسب أيضا للموفق بن قدامة في الروضة وقالوا إن هذا ظاهر كلامه لعل نقف عند هذا الحد وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد نجعل المناسبة غدا إن شاء الله المناسبة الدرس القادم